اشتركوا في القناة 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 شكراً لكم 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 خطيئة الله الله ده كلام ده في الإنجيل أهو كل حاجة موجودة في الإنجيل يا غامل ده حتى في العهل الأديل بيقول إن لم تتكلم لتحذر الشرير فذلك يموت بذنبه أما دمه فمن يادك أطلبه وإن حذرته ما رجعش وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع ولم يرجع فهو يموت بذنبه أما أنت فقد خلصت نفسك الحمد لله يعني لازم أنبه الشرير وأنشده الطريق الخير يعني إحنا مسؤولين مسؤولين عن تنبيه الناس مسؤولين عن تقديم الطريق للخلاص اللي إحنا عرفناه ليه تقديم الطريق يعني المسيح أيها نعم المسيح في آخر كلامه وصت رميزه ووصانا بأن نذهب للعالم أجمع ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها ونعمل الخير طبعا خير عشان كده رحت الحارب هناك رحت الحارب أنا مروحتش عشان أحارب يا خالي أنا رحت أساعد المحتاجين للمساعدة صحيح أنا مش دكتور ولا فهم في الطب لكن اتعلمت أساعد المجروحي بالعلاج التشجيع الحمد لله الغلاط قلت كتير قوي عن الأول أمتى تنتهي الحارب ونخلص بالكابوس الفضيع ده بعد إيه؟ بعد ما داع ضرق اليمين حاول إيه لخطيبتي لما أرجع؟ هي لسه ما عرفتش لما لاحظت إن جوابت مش بخطي إيدي سألتني وهي علانة جدا قلت لي في الجواب اللي بعده إنها إصابة بسيطة في إيدي البنت الأصيلة عمرها ما تتخلى عن خطيبها ما ما حصله هي إيه زنبها تربط مصير واحد من مشوية الحرب أنا بقى ما عنديش مشاكل مرأة طارت أبني وطر عيني إزاي؟ الزركة بتحبيني موت لدرجة ما استحملتش بوضع عني أربع سين أمت طلقتني بالبساطة دي؟ مش كده وبس المحكومة حكمت لها بعض ممتلكاتي يعني ضربوا لعرع عينه الخسراء خسرانا أظن لو فرج مر بحرب زي دي وتقلعيت له عين ولا تقطعيت له رجل كان يبطل الجنان اللي بيعملوا ده هاي ما هو الإنسان إذا ما دخلش حرب غزبا عنه بيخلق لنفسه حرب يعيش فيه أهلا يوم أهلا يوم خطوة حسيزة يوم ده ما بتسألش على أبوك قلت تسألات تعيش يا يا أهلا واسا شوش أهلا أهلا ايه النور دي أهلا يا شوش دي أهلا يا شوش دي أهلا يا شوش دي اتفضل ده ايه النور دي يا أهلا المسالين يا شوش دي بيهلي خطوة عزيزة ايه المفاجأة السعيدة دي يا شوش دي بيه في الحقيقة أنا فكرت في وجع الدماغ اللي بيحصل ما له مدة في البلد دي وانت نيجي نقعد سوى يمكن نقدر نحل المشكلة المزمنة دي احنا دحت عمرك يا شوش دي بيه انت عارف يا أبراهيم يا أخوي ان ستم وجمال ست مظلومة ومش ممكن اجي عليها أبدا بس الفرج مش هيسهم لكن المشكلة الأساسية ان أم جمال أرملة وحافظها سمير لسه الغير ومش ممكن تراعي أرض جنبه فرج يعني انت استسلم لفرج يا شوش دي بيه أبدا تاخد حقها على ناير مليم أصدك تبيع الأرض ما انت عارف يا شوش دي يا أخوي أم جمال دماغ هنشفي زي دماغ فرج تمام أيوة مس الفلوس تلين هجر بقول لو خدت مبلغ كبير أكبر من قمة الأرض بكتير قوي وحطته في البنك هتعيش من الفايدة معززة مكرمة وتقدر تتفرغ لتربية عفدها وتبعد عن النار اللي عايشة فيها هي فكرة معقولة يا شوش دي بيه بس الرأي في النهاية لازم يكون رأي ومجمال نفسها احنا مش هنقدر نخصبها على حاجة هي مش عايزها احنا مش عايزين نخصبها احنا عايزين نكمحها وافتكر ابراهيم أحسن واحد يقوم بالمهمة دي هحاول يا شوش دي يا أخوي احنا بدل واجع الدماغ اللي احنا فيه دي وقاه يا قلبي يا حديد يا خشب يا صل يا شفت الفخار ونتشكل بصورة قلب عدشا ومحروم وصابر على الدنى والغلب عايز سنينك بتحلم بالربيع والحب اطلع وشوب المطر يا قلبي يا عشاء بانت بشاير الربيع 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 بانت بشاير الربيع